فجأت برد فعل كبير جدا 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 على الكلام اللي انا قلته الحمد لله رد الفعل الايجابي جي من حضراتكم كل جمهور الكرة المصرية والعربية اتفق معايا في التحليل بتاعي تماما كل جمهور الكرة على السوشيال ميديا اشاد باللي انا قلته قال تقريبا هو ده الصح واحنا مع تامر في اللي بيقوله لو محمد صلاح اللعيب ده لعب في ليفر بول محمد صلاح يمشي مش هنلعب مع العيب اسرائيلي في نفس النادي ونبصل بعض ونحضر بعض في الاحتفالات ولما نجيب جونه وبتاع مش هيحصل مش هيحصل الغريب ان فيه طرفين هم اللي انتقدوني واختلفوا معايا فيه طرف منطقي انه يختلف معايا منطقي الطرف ده هو صفحة اسرائيل باللغة العربية على مواقع التواصل الاجتماعي هي دي الصفحة هي عليها الشعار بتاع الكائن الصهيوني لا حول ولا قوة الا بالله ومكتوب اسرائيل تتكلم بالعربية واللي مكتوب محتوى يعني او معناه انه فجئنا هم يعني فجئوا برد الفعل من بعض الاعلام المصري وصود العبد لله يعني على غضب ان صلاح هيلعب جنب مؤلس دبور في نادي ليفرابول وبيقولوا بالعكس دي المفروض حاجة تفرح وتبقى حاجة جميلة قوي ان لعب مصري يلعب جنب لعب اسرائيلي ويساعدوا بعض ويشاركوا في احراز النجاحات والبطولات لهذا النادي الانجليزي العريق وكلام عارفين اللي هو اهو تحس ان الصفحة بنقطة كده سامنة من ملكي خبيبي هو كده وملكه فيه ايه واحنا حبايب واحنا اولاد عم واحنا بنحب بعض واحنا كده عارفين السماجة دي موجودة في الصفحة كده فانا لما قريت كده ما استغربتش طبيعي اسرائيل تعمل كده طب اسرائيل طول الوقت اسرائيل طول الوقت بتحاول تطبع معنا نحن العرب وبالذات نحن المصريين بتحاول طول الوقت تدوب المشاكل تدوب الكراهية مش حبا فينا ده علشان يتقوا شرنا وعلشان ينايمونا في العسل ويعرفوا يضربونا صح طول ما احنا منتبهين لانهم وحسنين ان هم العدو المغتصب لارضنا والسرطان اللي تم زرعه في المنطقة هم الانين لكن اول ما ينايمونا في الدرة يعرفوا بقى يقرسوا ويستفردوا بالفلسطينيين وينفزوا حلمهم الاستيطاني بتاع من النيل الفرات اسرائيل الكبرى فطبيعي ان اسرائيل تعمل ومناسبة الصفحة دي بتاعت اسرائيل نزلت بالكلام ده بعد نص ساعة من برنامجنا امبارح من كلامي امبارح عن الموضوع فطبيعي